السلام عليكم متابعي دراما سبورت حديث سريع عن مباريات الجولة الثانية من الدور السوري مباراة الوحدة والجيش اللي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد وكمان مباراة تشرين والطليعة اللي انتهت بفوز تشرين بنتيجة واحد صفر مباراة الساحل والوسبل اللي انتهت بالتعادل السلبي وكمان مباراة جبلة والكرامل اللي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديقي العزيز قلت بدي تابع مباراة الوحدة والجيش لكون هاي المباراة تعتبر ديربي الله يجعله ديربي فندمت على المتابعة متابعة الشوت الأول بالكامل لأن كانت عبارة عن تضيعت وقت وتضيعت حتى حتى من ناحية النفسية انت عم تتعب ونمت يعني من الدايقة 30 لل35 كتناين ما قدرت أستمر بالمتابعة المشكلة كانت بين الفريقين كانوا بمستوى سيء الفريقين كانوا عم بينتظروا أخطاء الوحدة عم بينتظر أخطاء الجيش الجيش عم بينتظر أخطاء الوحدة ما في شي شفناه إلا أنه الجيش سجل هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول ولا تستغرب بهيك نوعية من المباريات سابقاً كنت بتلاقي الملعب يعني ممتلئ بجمهور نادي الوحدة حالياً أنت بتشوف الجمهور مقاطع النادي يعني ما كان فيه جمهور أساساً بهيك نوعية من المباريات اللي كانت سابقاً الناس بانتظار المباراة أربع ساعات بتتواجد من الملعب والملعب بيكون فل فبالتالي هاي هي النتيجة لما بيكون الفريق غير جيد لما بيكون الفريقين غير جيدين أنت بتعرف أنك إذا رحت على الملعب بدك تتعرض لأزمة قلبية بدك تتعرض لضغط عالي فالأمر معتاد فأنا بعزر الجمهور جمهورنا هذه الوحدة اللي ما تواجد بالملعب معزور لأن مستحيل تروح على الملعب وأنت عم بتشوف هذا الفريق بالمجمل الوحدة جاب هدف التعادل بالدقائق الأخيرة فينا نقول بأن هاي النتيجة جيدة لنادي الوحدة لحتى المدرب الجديد الكابتن حسام السيد ياخد الفرصة نوعاً ما يشتغله هو مرتاح أكتر وطبعاً الكابتن حسين عفش مع نادي الجيش يعني عم بيدرب نادي الجيش بيروح لنادي آخر وبيرجع لنادي الجيش فبيعرف طبيعة نادي الجيش بيئة نادي الجيش بس ما عم نشوف أي تغيير يعني تشكيلة نادي الجيش هي تشكيلة فيها عدد كبير من النجوم وعدد كبير من اللاعبين اللي لازم يعطوه لازم يعطوه بأرض الملعب ما عم نشوف هذا الشيء وبالنسبة للوحدة كمان ما فيني يقول إلا بإن خلونا نستنى لنهاية الجولة الرابعة الخامسة لحتى نشوف هل يا ترى في خطة رح تكون موجودة أو لا لأن الكابتن حسام السيد مشهود له كمدرب بالأردن بسلطانة عمان بلبنان فبالتالي خلونا نكون بانتظارنا هذه الوحدة على الأقل بعد ثلاثة إلى أربع جولات بس كمباراة كديربي من أسوأ مباريات الديربي اللي بشوفها بحياتي أسوأ مباراة من كل النواحي وحنا مباراة تشرين والطليعة واللي انتهت بنتيجة واحد صفر سجلت تشرين حسن أبو زينب بطبيعة الحال يعني التشرين أنا بتعجبني بشغلة بتشرين عن باقي الأندية بالسنوات الأخيرة بأن هذا النادي عنده ثقافة الفوز بغير لاعبين بيجيب لاعبين بيتعاقد مع لاعبين فيه يعني ثقافة الفوز وفيه طموح الفوز بلقب الدوري يعني ما بتلاقي يلاعب من نادي تشرين الحالي أو السابق عم بيفوت لمباريات الدوري وانه أنا بدي نافس على المراكز الجيدة بالدوري لا الجميع يعني في عنده هدف واحد واللي هو الفوز بلقب الدوري لذلك هاي الثقافة صايرة متأصلة بالنادي آخر خمس إلى ست سنوات فبتلاقي النتائج جيدة خصوصا قدام الأندية المتوسطة والأندي اللي ممكن تاخد منها نقاط يعني صعب جدا تشرين ما ياخد نقاط بملعبه فهذا الأمر صار معتاد بالنسبة للطليعة الشي اللي حكينا عن تشرين خود العكس يعني تشرين الطليعة ما عنده الثقافة يعني ثقافة إنه أنا فايت للمنافسة فايت لحتى نافس بمباريات الدوري بفوت مجرد كومبارس وأنا حاكيها لأربع سنوات وما عم بغير برأيي بصراحة لأن ما عم شوف شي جديد بالطليعة في ممكن ناس من جمهور الطليعة بيزعلوا من الكلام اللي عم بحكيه لكن أنا متعود على الصراحة أنا ما عم شوف نادي الطليعة عنده أي شي يعطي بالدوري عنده أي شي فقط بالجوالات الأخيرة من لا أي عم بيقاتل عن نقطة لحتى يبقى بالدوري أما موضوع إنه أنا داخل عندي هدف معين بهذا الموسم ما في أهداف ما في ثقافة اللاعب داخل الملعب بتلاقيه بمباراة تشرين ما عنده هدف بالملعب ما عنده هدف تعبعت حوالي ربع ساعة من مباراة تشرين والطليعة بالشوت الثاني لفت نظري أحد اللاعبين بتشرين اللاعب المحترف إيكيه على ما أظن كان لعيب بتحسوا أبو لجميع اللاعبين الموجودين بالملعب يعني الوالد هو المسيطر هو الفهمان شو عم يعمل بالملعب البقية طبعا كانوا جيد إلى لا بأس لكن إيكيه كان عم يقدم مستوى جيد أما لعيبة الطليعة إنسى إنسى كانوا مو بالملعب إطلاقا فبالتالي نتيجة منطقية لصالح تشرين وفوز منطقي وتشرين مرشح للفوز باللقب إذا استمر على نفس الوضعية في بعض الأخطاء في بعض الأمور اللي عم بتصير ممكن تنحل على الجانب الهجومي كامل كواية ممكن بمصيد التسلل أنا شفت ربع ساعة المباراة دخل بمصيد التسلل مرتين أو ثلاثة فانحكالي إنه داخل سبع مرات لمصيد التسلل لا عدد كبير عدد كتير كبير للعب وأساسا ما أنه مهاجم صريح لازم يعني في مشاكل تتعلق فنية مشاكل بسيطة لازم تنحل بنادي تشرين منروح لمباراة الساحل والوسبة اللي انتهت بالتعادل السلبي مبدئيا بداية غير موفقة لنادي الوسبة يعني عم شوف الوسبة بهذا الموسم ما عم بيلعب بشكل جيد ما عم بيعطي نتائج جيدة ما عم بيعطينا هذا الشعور اللي هو حصان الأسود بالبطولة وعنده هدف معين واللي هو المنافس على اللقب لا 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 أطلاقا نادي الوسبة هذا الموسم واضح جدا رايح باتجاه المنافس على البقاء فقد اطلع غير لأن الوسبة مختلف تماما عن المواسم الماضية لما كان بيفوت لمباريات الدوري بتحس بأن النادي عنده لعبة عنده نتائج جيدة ممكن بالجوالات الأخيرة بيتراجع مستوى لكن ببداية الدوري دائما نتائج الوسبة كانت جيدة حاليا حتى بداية الدوري النتائج سيئة نعم التعادل أنا بشوف نتيجة للوسبة غير متوقعة لأن الوسبة عودنا كمان دائما كان لما بيلعب بحمص على أرضه بيحقق نتائج إيجابية بالنسبة للساحل فأكيد الساحل أنا شايف البداية جدا موفقة الفوز بأول مباراة التعادل بالمباراة التانية بطبيعة الحال الساحل يعني لو لو أخذنا هذا الموضوع على الموسم الماضي رح نلاقي أنه التعادل كان مفاجأة أو التعادل معجزة أنك تعملها مع الوسبة حاليا لا الأمور صارت عادية جدا لأن الساحل كمان عامل تعاقدات الساحل جاهز الساحل عنده الإمكانيات أنه حتى يتواجد بين الأربع الكبار ليش لا لازم يكون في هذا الطموح والساحل ضيع عدة فرص وطبعا فيما يخص هاي المباراة تحديدا بدي أحكي كلمة تتعلق بصدى FM صدى سبورت الناق الحصري لمبارايات الدور السوري يعني ما بعرف ربع ساعة أو أكتر من هيك كنت عم برجع لمباراة الساحل والوسبة حابب تابع المباراة ما عم لاقي ما عم لاقي المباراة في مشكلة بالبث فهاي المشكلة مين بيتحملها؟ مين لازم يتحملها أساسا؟ يعني في جمهور للساحل حابب يتابع المباراة في جمهور للوسبة حابب يتابع المباراة كيف ممكن يتابع المباراة؟ هلأ في ناس ممكن تحمل الصفحة الرسمية للساحل وصفحة الرسمية للوسبة مسئولية عدم نقل المباراة؟ ما فيك تحملهم لأن الصفحة الرسمية لنادي الساحل والصفحة الرسمية للوسبة قانونيا ما فيهم ينقلوا المباراة فالقانونيا فقط صدى FM وبالتالي لازم صدى FM كما أنت تحمل مسئوليتها هلأ مشكلة كهرباء مشكلة انترنيت أنت ناقل حصري أنت ناقل ما في غيرك عم ينقل المباراة فإذا أنت صارت عندك المشكلة فالناس رح تكون محرومة من متابعة ربع ساعة أو عشرين دقيقة من المباراة مرتين ثلاثة عم برجع للمباراة ما كانت موجودة فأمر صعب حتى أنت تحكي شو صار فيها لأن ما شفناها بالأساس الشوط الثاني حوالي عشر دقائق وربع ساعة ما شفناها فهاي مشكلة لازم يتحمل يعني أكيد راديو صدى FM لازم يتحملوا هاي المسئولية لأن هاي مسئوليتهم أنك أنت تنقل بشكل حصري المباريات وبنفس الوقت بيصير عندك خلل هذا الشيء لو بيصير بأي دوري آخر القناة أو الناقل الحصري هو اللي لازم يتحمل المسئولية المباراة الأخيرة مباراة جبلة والكرامة انتهت بالتعادل إيجابي واحد واحد سجل الكرامة بالبداية باهوز محمد وسجل جبلة بالدقائق الأخيرة أحمد حديد المباراة الثانية على التوالي عم بيخلصها بالتعادل الكرامة للمباراة الثانية على التوالي عم بيتقدم بالنتيجة وما عم بيقدر يحافظ على هاي النتيجة في مشكلة لدى الكرامة من لما بيسجل هدف خلص بيكتفي بهذا الهدف وأحيانا بيبالغ بالعودة للخلف لازم تحاول دايما تسجل الهدف الثاني تحاول تستحوز تحاول تسيطر طبعا هذا الشيء كان صعب بمباراة جبلة لأن جبلة عم بيلعب على أرضه وجبلة فريق كمان عنده تشكيلة قوية بالنهاية جابوا هدف التعادل ما فينا نحكي عن الأخطاء التحكيمية كثير من جمهور الكرامة بعثوا يعني قبل الحديث بأن في خطأ تحكيمي لازم تحكي عنه ما فينا نتابع المباريات لا في فار لا في تصوير بشكل جيد كاميرا وحدة بصراحة دوري نشح دوري نشح بيقول ما تعنيه الكلمة من معنى ليس فيما يخص مباراة جبلة والكرامة بالنهاية جبلة فريق قوي قادر يجيب التعادل أنا عم بحكي بشكل عام هذا الدوري لا نقل تلفزيوني ولا ميني فار ولا بيبي فار فشو بدك من هذا الدوري يعني غير أنه دوري نشح ودوري غير منطقي أنك تتابعه لكن عم بنتابعه بصراحة ما بعرف ليش بدك السبب والله ما بعرف ليش نستنى المباراة ما بعرف ليش تسألني مرة تانية وتالتة ورابعة ما عندي جواب ما عندي جواب ليش عم بنتابع هاي المباراة لكن ممكن والله ما عندي جواب بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا صحة وخير وسلامة